النهاردة عايزيك تعرفي انتي مين انتي اللي ربنا وصعليك انتي اللي فيك الحنان والامان والضعف والقوة انتي ام اخت صديقة وحبيبة انتي اللي تستهلي تكوني ملكة انتي مثال لكل حاجة حلوة خليكي معي بعض الفاصل علشان اقولك ازاي تكوني ملكة عرشك وازاي تحبي نفسك اكتر ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل في لكي انتي ومعنا ضفتناك جميلة شايماء اللايف كوتش ازاي كعمل ايه اهلا بيت النهاردة هي هتكلمنا عن ازاي الست تكون قوية وازاي تحب نفسها فرغم كل المصاعب بتاعت الحياة شايماء ازاي تشرح لنا من خبرتك ازاي الست تبقى شطرة وتمشي ورحل مها حتى لو هي لست مكنتش اه راضي عن نفسها كليا طبعا كلنا الستات بنأجل حاجات كتير جدا لحد ما نخس لحد ما اكونش اطرف الحاجة الفلانية لحد ما ادرس الكورس الفلان ده بنيرجع لي عدم الثقة بالنفس انا لو انا وثقة في نفسي عارفة اكيد ان عندي نواقص مفيش حد كامل مية بالمية بس لو انا عندي هدف معين حب اوصله عادي ابتدي امشي في الهدف واي حاجة على جنب محتاجة اني اشتغل عليها ابتدي اشتغل عليها ابعندي خطة الهدفي وعندي خطة لتحسين نفسي او تطوري ازاي ان انا ابتدي اشتغل على نفسي في النواقص اللي عندي فما نأجلش الهدف بتاعنا عشان مستنين اللحظة ان احنا نكون احسن حال فكرة البرفاكشنست او الكمال ده مش موجود وعطول ما احنا مستنين اللحظة اني اكون كاملة هي عمرها ما هتيجي ودايما عمرك ما هتحس من الكاملة عايزكي بقى تقول لنا ازاي ضعف المرأة بيبقى قوة ده سؤال جميل جدا المرأة ضعفها فعلا قوة لو مثلا في خنقة او مشجرة بينها وبين زوجها ونزل الدمع اوكي ممكن حد يقول عليها دي ضعيفة بس بدعفها ده هي بتخليه وقف الخنقة في وقتها بتخليه حس ان هو راجل وبيبتدي هو يحتويها لكن لو هي كأنسة تعدت مش هنقول الخط تعدت أنسويتها او لغت أنسويتها وبقى الخناء بقى بينها وبينه زيها زي فقدت أنستها مظبوط وبقت زيها زي الراجل ايه اللي هيحصل الراجل مش هيبتدي يحتضنها بالعكس الراجل هيبتدي يرد فعله يكون اعنف بكتير لان بالنسبة له ما بقتش أنسة هي بقت زيها زي الراجل فالطاقة الأنسة وهي موجودة في الست وفي الراجل والطاقة الزكريية موجودة في الأنسة وفي الراجل فالست كل ما طاقتها الأنسة وهي بتكون عالية دي قوة لأن هي قدام الراجل كل ما تكون هي أنسة أكتر كل ما تذكر هيكون ذكر أكتر فهي هتكسب بأنستها دي إن هو يكون بالعكس راجل جدا معي طب البنت بقى اللي بتقارن نفسها بغيرها في كل حاجة بشكلها إن أنا مثلا ليه ما تجوزتش أنا لحد الوقتي ليه شكلي عمل كده ليه أنا عاملة كده تنصحيها بإيه إن هي زي توقف تقارن نفسها ويبقى عندها ثقاف نفسها أكتر حتى لو هي مثلا مش أجمل الجميلات أو مثلا ما تجوزتش لسه عدد الثلاثين ولسه ما تجوزتش طيب عارف أقولك مثلا عارف الحصان لما بيكون في موسابقى تخيل بيبوا عاملين إيه بيبوا حطين بيبوا حطين حاجة على عينه عشان يركز في الطريق بتاعه ما يتشتتش نفس القصة بالنسبة لينا إحنا كل ما بنشتت نفسنا إن إحنا نحن نشوف فلانا وعلينا دي عملت إيه ودي وسط لإيه ودي حلوة ودي وحشة ودي جوزت ودي خلفت وكده أنا ببتدي شتت نفسي عن طريقي أنا أنا أركز في طريقي أنا عايزة أعمل إيه في حياتي فيه اللي عايزة تجوز وفيه اللي مش عايزة تجوز الجوز مش هدف كل ست وفيه حد عايزة يشتغل وفيه حد مش عايزة يشتغل فأنا أركز أنا عايزة إيه أفهم نفسي أركز على طريقي وأرسم الخطة بتاعتلي التي توصلني لطريقي وطبعا فكرة المقارنة أننا في عصر زي ما نقول فيجولز أو المرئيات والسوشال ميديا كتير حتى من البنات المراهقة بيدخلوا في ديبراشن اكتئاب بسبب أنه هم بيقارنوا نفسهم ببنات تانية مع الفيلترز وعمليات التجميل ووافة تبتدي واحدة مش حلوة أو يتحس نفسها وحشة أو مليانة أو أي إن كان وتبتدي المقارنة تبدأ من هنا فطبعا كل ما تركز على نفسها هي خلاص قطها من نفسها بتكبر وتشتغل على نفسها أنه لو في أي حاجة هي شايفها محتاجة تشتغل عليها كدراسة كتعليم كتقافة أو أي إن كان الجمال دايما بنقول مش الخارجي بس في جمال داخلي وخارجي في شخصيطها أهم كتير من جمالها في الكاريزمة بتاعتها كتير ممكن تلاقي ست ماشية جميلة جدا ولكن دمها تقيل جدا وما حدش حابب بيحكم معيها وواحدة تانية جمالنا متوضع جدا ولكن بالكاريزمة بتاعتها معظم الناس حاببينها وبيحكم معيها فلازم تشوف المقاومات بتاعتها وتظهرها والحاجات النواقس اللي عندها أو الحاجات اللي محتاجة تشتغل عليها وتشتغل عليها وتركز تطاقة بتاعتها حلوة مزبوط تخلي الناس كلها تحس بتاقتها الجميلة مزبوط صح شرفتين جدا يا شايماء بجد كلامك حلو جدا ووضح انهو عن خبرة فدي احلى حاجة شكرا مشاهدينا نورتونا بجد النهاردة وان شاء الله نكون في دناكو وتكون كل بنت تصق في نفسها مهما كانت شكلها وتشتغل علي نفسها لانه كل بنت جميلة بشكل معين مفيش بنت مش جميلة مفيش بنت مش ذكية مفيش بنت ما تقدرش تحقق الحلم اللي هي عايزة توصله فأتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة وان شاء الله هنجيلكم في حلقة احلى واحلى مع لكي انتي موسيقى موسيقى